الخبر اول اللي عاده عن وسام تيكيت وفضيحته لياسو يا حبايب انه هي منططة خمس سترايكات فطلع بشوية ستوريات صار يقول بيها انه يوم صور هو وياسو ياسو بعد ما رجعت الرايدر هي منططة خمس سترايكات وطبع العالم كلها لاحظت انه واحدة في المقاطع اللي هي ياسو ولكنه وضح انه ياسو هي اللي انططة سترايكات فلهذا هو واحدة في المقاطع حديد وبنفس الوقت صار يقول انه هذي الاغنية هي واحدة من الاغاني الخمسة اللي سواها بذيك الفترة راتكم الاستورية يا حبايب اكتبها بالكوميتات هل انتم هي يا ياسو امو يا بوسام تيكيت شكر كتير كبير في قصة انتم ما بتعرفوها انا لما كنت في دبي اجا خمس سترايكات على قناتي يعني هنا ثلاثة سترايكات بسكر وقناة اجا خمسة على خمس فيديوهات حدا صور معي وعمل سترايكات على الفيديوهات يلي هو فيها شي كتير غريب وشي انا بصراحة بوقت انا انصدمت هنا وانما وكنت انا بوقتها يعني هي القصة صارت معي وكمانا كنت بره الكمفرتون تبعي كنت بمدينة جديدة بجو جديد فصفنت هيك توحدت اعرضت وكتبت خمس اغاني هي الاولى منهم هذا كله هي واحدة منهم بس فشكرا كتير هذا الموضوع ساعدني بحياتي عن جد وعطاني دعمة فنية شكرا وطبعا صرت وسامتكت فوصل بحسبه بالانستجرام للواحدة من المتابع فان شاء الله الف مبروك اقبال الاكثر وطبعا لسون يا حبايب نتبر كله بالكومنتات على هذا الانجاز الخرافي من نسبة يا حبايب ناريني بيوتي وشيريني بيوتي فشنو صاروا اياهم بعد ما سواوا عملية فنزله هذا الاستوري يقولون بها انه هذه حالتهم وكانت اياه عملية للعيون بسبب ضعف النظر شوية وقالوا اطمنوا احنا تمام فان شاء الله الف الحمد لله على سلامتهم يا رب ننتقل حاليا الاسو يا حبايب ووصول احسبه بالانستجرام للثلاثة مليون متابع فان شاء الله الف مبروك عقبال العشرة مليون يا رب وطبعا لسون يا حبايب ارتبط كلهم بالكومنتات على هذا الانجاز الخرافي روح حاليا البيسان وانس شايب يا حبايب والتقاهم ويلا نولين تزولهم في التسوريات ويبعض وفي التسوريات تضحك لكن هذا شيء كان شوية غريب فبسبب اشخاص الميعرفون يا حبايب انه لانا ويا قمر الطاي اكون مشاكل بيناتهم من طين البعض بلوكات وتعمل الغريب انه بيسان اسماعي تلتقي ويا لانا ولين والغريب الاكثر انه هي ملتقت ويا قمر الطاي رغم انه اثنيناتهم حاليا لبدبي فهل يتر صارت مشاكل بين بيسان وانس ويا قمر او لا ما ادرك تمنى بي كومنتات شانية توقاتكم يا حبايب وانتو يمنوا ويا لانا ام ويا قمر الطاي وطبعا لسيرة قمر طاي فطلعت شوية الشاعات صادمة يا حبايب انه عساس قمر طاي شهتحط قناة الغيث مروان من بين القنوات المميزة وانتو تحاول تتقرب عليه اكثر وانه يا ترى اكو علاقة حب بيناتهم ما ادري الصراحة كتبونا بي كومنتات شو توقعاتكم هل هذا الشي صح او لا والختم يا حبايب عن باري جدادة وتنزيل هذا الستوري اللي قاعد يعلم خلال المقطع اللي رح ينزل اليوم الساعة بالاربعة فيا ترى هذا المقطع رح يحتي بي عن ياشيم خاصة انه حاليا شي للصور اللي ما بينهم هل يا ترى حيقول انه ما تركه او لا قاعد الفيديو مهم ما ادري خليني انتظر المقطع وبسوة الله حباب من وصلت المقطع فاشروا وطب اللايكات شاناكم في هاتسين نقاط ميكس القصص احبكم ومع السلامة